نميز بين الكلمات ونبين أصولها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا كنت سأبدأ باسم مرض ولكنني عدلت عن ذلك إلى اسم نبات أبدأ بالفوم بالفاء التي عليها نقطة من فوق وبه نطق القرآن ونحن اليوم نقول الثوم بالثاء ذات الثلاث نقط وأنا أذكر لك النقط لتميز بين الحرفين إن لم تسمع ذلك مني بوضوح فمخرج الثاء قريب من مخرج الفاء وكنت حدثتكم في مرة سابقة أن إنجليز شرق لندن يقولون عن الرقم ثلاثة فري بالفاء لا بالثاء ومن الفوم ننتقل إلى الفول فإن كنت سمعت بأنيميا الفول فقد عرفت أن هذا نوع من أنواعه فقر الدم يصفر منه للجلد له أدوية عديدة أولها أن تمتنع عن البقول وخاصة الفول كلمة فول هندية بورتغالية أرمانية وعربية أما كلمة أنيميا التي تعني فقر الدم فهي يونانية قديمة أنا بادئة للنفي وهيمى الدم فالأنيميا معناها لا يوجد دم ولماذا نقول عن كثيرين من الساسة في بلداننا إنه لا دم عندهم السبب أنه تحدث مثلا كارثة كبيرة ويخرج علينا السياسي ليصرح تصريحا ولا نرى في وجهه حمره الذي لا يحمر وجهه خجلا نقول عنه في تعبيرنا لا دم عنده هو الوقع الكافيتيريا جاءتنا من الإيطالية كافيتيريا الأصل من كافيتيرو الإسبانية ومعناها مزارع البن وأصل الكافي قهوة هذه عربية وكانت كلمة قهوة تعني الخمر وللكلمة أصل هندي الكافيتيريا منزلة بين منزلتي المطعم والمقهى كازينو لبنان عمره 63 سنة وكلمة كازينو جاءت من كازا بمعنى البيت وكازينو بهذه الصيغة إيطالية وقد دخلت لغتنا ألفاظ كثيرة عبر اللغة الإيطالية بسبب العلاقات التجارية والسياسية بين لبنان وإيطاليا وبشكل أوسع بين الدولة العثمانية وإيطاليا الكوشان هذه جمعها كواشين كلمة تستخدم في فلسطين ومعناها صك الملكية وهذا كوشان عثماني كوشان كلمة عثمانية تركية كوشان التركية مصدرها غريب معناها كعب دفتر الإيصالات فالإيصال يتسلمه الشخص وبقيته تبقى في كعب الدفتر وعليها موجز بالبيانات هي سجل يبقى في حوزة صاحب الدفتر وكذا هو سك ملكية الأرض فأنت تخذ السك ولكن بياناته تبقى عند دائرة الأراضي في العربية نقول أنا أوثر البقاء هنا على السفر بسبب الوفاء الوباء ونقول أيضا أنا أؤثر ونقول أؤمن وأؤمن هذا شيء ذكرته في حلقة سابقة فيما أذكر لكنني أمضي إلى ما لم أذكر الفصيح أؤمن بهمزة واحدة نتجنب تعاقب همزتين وكانت قريش تسهل الهمزة حتى لو انفردت الهمزة وعلى هذا قراءة ورش قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون وكانت تميم تهمز يؤمنون بالآخرة وعلى هذا قراءة حفص لكن في قراءة حفص مواضع تسهيل أيضا ولم يكن له هذه من الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد لا كفؤا كفوا وقال تعالى وقال أرجه وأخاه لا أرجئه الأنصار كانوا يسهلون في أمور حتى قريش لم تكن تسهل فيها كانوا يقولون قريت الكتاب ومليت الإناء وهذا شائع في لهجاتنا اليوم القبائل كثيرة والقراءات كثيرة وقد اختارت فصحان المعاصرة أو جهن محددة ودرج عليها الكاتبون فمن حق القارئ وأيضا المستمع في الإعلام أن يتلقى لغة معاصرة وصحيحة وأن لا يتعرض إلى قراءات شاذة فحتى في القرآن الكريم فالقراء الرصينون يلتزمون بقراءة معينة يقرأ القارئ على ورش أو على حفص أو على قالون ويلتزم وتجد من القراء من يلون يقرأ الآية بتسهيل ثم يقرأها بهمز ثم يميل ثم يشم كل هذا للإغراب والتباهي بمعرفة القراءات المختلفة اللغة المعاصرة هذه اللغة التي أكلمكم بها هي شيء تواضع عليه الناس وعممته الصحف والإذاعات ويسألني سائل فلماذا تأتي بغرائب اللغة واختلافات اللاجات والقراءات الجواب الأول نحن نتسل نذكر مستويات اللغة المختلفة الجواب الثاني جيد أن نعرف أن اللغة فيها جوازات كثيرة وذلك حتى لا نسارع إلى تخطئة الناس الصواب كثير بعضه مشهور وبعضه مغمور وخير صواب ما كان شائعا